جهاز جديد لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية لكنه ليس الأول تنتج المدينة طائرة سقر واحد بدون طيار الاستراتيجية ويتم التحكم بسقر واحد من محطة أرضية تقول مدينة الملك عبد العزيز أن التحكم يتمتع بدقة عالية في جميع ظروف الطيران سقر واحد مجهز أيضاً بنظام الاتصال بواسطة الأقمار الصناعية تحلق بارتفاع متوسط يصل إلى 20 ألف قدم وأما مدة التحليق فتصل إلى 24 ساعة تستطيع هذه الطائرة حملة صواريخ وقنابل مواجهة بنظام الليزر وإطلاق هذه الأسلحة من مسافة تصل إلى 10 كيلومترات بدقة تصويت تصل إلى أقل من متر ونصف المتر سقر واحد مهيئاً للإقلاع والهبوط التلقائي وبإمكانها استخدام البراشوت في حالة الطوارئ ويمكن تجهيزها بتقنيات الحرب الإلكترونية والتشويش الإلكتروني والتنصط ومدينة الملك عبد العزيز أعلنت أنه تم نقل وتوطين التقنيات الحساسة لهذا المشروع